السلام عليكم ايه رب تكونوا كيسين وبخير يسعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله اكبر تحية لموليد برج التور صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام كالطرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير الكطب اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها برج التور كرأتك هتكون قوية جدا هتكون جميلة هتكون كلها ان شاء الله بإذن الله فرحة وتغيير جزري الفيديو ده لو ظهر قدامك هيكون حلم لك علشان ان شاء الله بإذن الله هتنول مرادك وهنتكلم عن كل اللي انت بتفكر فيه وبتعاني منه اليومين دول الكراءة بتاعتك قوية وديني نبهتك يلا نقول بسم الله برج التور ونشوف ايه الأخبار عندك اللهم صلي وسلم عنك عائزة محمد بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أول حاجة أبشركم بها انتو عندكم دخول محكمة دخول المحكمة دي هتكون خير لكم هتكون تغيير حلم هتنولوه أو طاقة معينة انتو هتاخدوها استقرار على جميع الأوضاع بقالكم فترة عمالين تبحثوا بقالكم فترة عمالين تدوروا علشان تكتشفوا الحقيقة اللي انتو مستنينا بسم الله عليكم انتو كمان نويين هنا بخصوص شغل نويين على صفر نويين ان انتو تمشوا ونويين ان انتو تبعدوا حصل عندكم غدر من أقرب الناس تلكم حتى من شريك الحياة أو الشريك في العمل لما بنقول الشريك مش لازم الشريك يكون في العطفة ممكن يكون شريك في العمل ممكن يكون شريك في العمل فالفترة دي انتو زعلانين زعلانين من حد قريب جدا على قلبكم وعزيز عليه كمان البعض منكم لما بيفكر في الماضي بيزعل جدا على حاله وعلى كل اللي قدمه مع ناس ما تستهلش في موضوع هتتكلم فيه الفترة اللي جاية دي وهتاخد حقك أو انت ساكد علشان تعرف تاخد حقك حسد من الناس المقربة لكم على رزقكم عندكم ضغط نفسي والضغط النفسي ده بسبب حية والحية دي وراكم عمالة دور وراكم عايزة تنتصر عليكم لكن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى انتو اللي هتنتصره هتنتصر ازال لان انتو اللي هتكون عندكم تحقيق حاجة حلوة جدا هتغير تفكيركم هتغير مجرى حياتكم بالكامل وفي خبر انتو الفترة دي مستنيين بقدر المستطاع الفترة دي فترتكم لازم تثبته وجدكم مين اللي عنده صراع في ارض البيت او عنده امور في ارض بيت ومش مريحة احب اقولكم ان انتو عندكم جواز بس انتو دايما بتخافوا من العين علشان العين بما بتصبكم بتتعبكم نفسيا انتو هنا محدش حاسس بكم شايلين هموم الدنيا فوق كتفكم محدش حاسس بكم خالص لكن ان ربنا هينصركم على منع داكم هتكونوا مفسوطين جدا في حفرة واحدة ستة عايزة توقعكم فيها الحفرة دي محدش هيقع فيها غيرهم هما احلام مزعجة امور منعكسة معاكم فخدوا بالكم كويس جدا انتو تعبتم من حاجات كتيرة جدا لكن في اتفاق هيكون بانتصار هتاخدوا حقكم بإذن الله بتشتكوا من ديف السدر ومن خنقة بتجيلكم من غير اي سبب وحاسين انتو دايما بتحصل معاكم امور منعكسة عندكم تردد في علاقة تردد في موضوع تردد في حاجة في شوية تردد عصبيين جدا الفترة دي بسبب الخوف لازم تطلعوا من الطاقة السلبية اللي انتو فيها علشان الطاقة السلبية مؤثرة عليكم في اكتر من حاجة انتو هيكون عندكم تغيرات حلوة خلال كام يوم مش عايزكم اصلا تاخدوا اي قرار ولا تفكروا في اي قرار لان القرارات اللي انتو بتاخدوها القمر بتاعكم مش مكتمل ولو خدتوا اي قرار انتو اللي هتزعلوا نفسيا اجلوا الفترة دي قراراتكم كلها علشان القمر لسه مكتملش عندكم فياريت خلوا بالكم كويس جدا عندكم ابراج مائية الابراج المائية دي مؤثر عليكم بطاقة سلبية خدوا بالكم اخرجوا من ابراج مائية لو كانت عندكم علشان هتتعبكم نفسيا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم انتو هنا هتحلفوا اليمين مع حد او هتعودوا قاعدة مع حد و هتحاولوا تاخدوا حقكم او بمعنى صح هتحاولوا ان انتو تحلفوا ان انتو معملتوش كده او انتو اللي اتزلمتو مش انتو اللي اتزلمتو فخدوا بالكم كويس جدا على قد طيبة قلبكم و على قد ما انتو طيبين جدا بس في ناس بتوقعكم في طاقات سلبية خدوا بالكم واحذروا كويس جدا الفترة دي انتو نويين على حاجات كتيرة جدا تعملوها نويين على استقرار نويين على تغيير نويين على رجوع حق نويين على اكتر من حاجة طريقكم مفتوح فخدوا بالكم بس من نفسكم كويس جدا من الفترة دي و من صحتكم اه في حد يبقى عايز يوقعكم في مشكلة لكن انتو مش هتقعوا وهتبعدوا وهتتخلوا عن الطرف ده علشان هتعرفوا اديه هو شخص مش كويس اه انتو هنا بسم الله هنا عندكم عين قوية والعين القوية دي مقصرة على الاطفال او على شريك الحياة خلوا بالكم انتو مستنيين الفرح او حاسين ان الفرح طال عنكم خدوا بالكم على قد ما تقدروا عندكم قاعدة والقاعدة دي او ممكن ما يكونش قاعدة ممكن يكون اجتماع مع اهل اجتماع مع حكم الله واعلا هيكون في قاعدة والقاعدة دي انتو هتحقلوا وتتكلموا وتعبروا عن كل حاجة في بلكم اه في حد بوشين عندكم الحد بوشين ده متعلق بتعلق بكم انتو فانتو عارفينه كويس جدا انتو حاسين ان انتو في غربة وانتو اصلا في غربة مستنيين للرجوع اه حاسين ان انتو يعني بعاد عن اهلكم عن احبكم الله اعلم بس فيه بعد عندكم خدوا بالكم كويس جدا عندكم علاقة مع ابراج نارية بتحبكم جدا لكن انتو خدتوا قرار غلط الفترة اللي فاتت والحد الان ندمنين عليه وبتدفعوا تمنوا هنا كمان انتو عايزين تعملوا حاجة جديدة في تفاعل انتو منتظرين الفترة دي لقاء مقابلة منتظرين شفاء منتظرين تغيير انتو مريتوا بأزمة والأزمة دي كانت مؤثرة على كل حاجة فيكم لكن بإرادة ربنا هيكون فيه تحسن بإرادة ربنا هيكون فيه ثقة بالنفس عالية انتو الغربة تعباكم لكن هيكون فيه ترجوع الفترة اللي جاية العيون حواليكم العيون دي سلبية ربنا سبحان الله وتعالى هو اللي هيطلعكم من اي ديء ومن اي خنقة بتحبوا حد جدا ومش عارفين تتجمعوا معاه ولا عارفين تتلموا مع بعض لان الشريك في طرف تاني الشريك في حد بيتدخل فيه حياته والحية اللي بتتدخل في خصياتكم وتتدخل في علاقاتكم احذروا منها علشان ما ترجعوش تعملوا نفس الغلط او تعملوا نفس الامور اللي عندكم اللقاء اللي هيكون عندكم او المواجهة اللي هتكون عندكم هتكون كوية جدا وهيديق صدركم فيها وهتحس ودهن انتو مش طيقين اي حاجة وفي نفس الوقت هتتعصبوا جامد لكن انتو هيكون عندكم نصرة وعندكم تغيير كمان فيه اتصال مع حبيب ومش هتبقوا عارفين تعملوا ايه اتأكدوا ان اللي انتو هتعملوه هيكون ربنا ليه حكمة فيه ما تفكروش كتير وتتعبوا نفسكم في التفكير فيه اخبار حلوة متعلقة بحياتكم هتسمعوها هتفرحكم قوي اذا كان لقاء بشغل لقاء بعمل لقاء بتغيير الله اعلا عندكم نور في حياتكم فيه وجع في عين وغشاوة على العين فيه حاجات انتو مش شايفينها كويس لكن بفضل ربنا ربك هو اللي هيديك كل اللي انت مستنيه المنفصلين تعبنين جدا المنفصلين شايلين هموم الدنيا فوق كتفهم بيعانوا من اشد المعناء بلاش كل حاجة تاخدوها على حياتكم كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم فيه اجابة على سؤال عندكم الاجابة دي هتكونوا مبسوطين جدا بيها او فيه حسن حظ او حسن تغيير فيه امور عندكم هديسة جد وهتكونوا من يعني مبسوطين انتم مستنين تغيير اه اه فيه اربع قرارات او اربع اشخاص او اربع اختيارات الله قل عندكم رقم اربعة ده اه فيه اللي علاقة بكم فيه امور بينكم اه عندكم تساقط شعر واجع في الجسم خلوا بالكم انتم طول عمركم شايلين المسئولية وشايلين الحمر طول عمركم بتتعبوا علشان تردوا الناس او تردوا اللي حواليكم بتحبوش ابدا ان تعصوا حد لكن انتم عانيتوا من المقربين وعشان كده بدأت الامور تتغير عندكم فوضت عمركم لله وقالتوا يا رب احنا مستنينك تغير حياتنا مستنينك تنصرنا على من عدنا ومش عايزين اي حاجة تانية الفترة دي هيكون فيه طاقة مين اللي عندكم عمل حادث او مين اللي عندكم تعبان نفسيا اليومين دول ربنا باذن الله هيفك ضيئو وهيشفي حاسين بذخة حاسين بقلم في جسمكم مش عارفين تفسروه حاسين انتم متكتفين عن موضوع او عن قرار او عن حاجة اه في جرح في قلبكم وينزف لحد الان مش عارفين تشفوه بسبب علاقة قديمة خلوا بالكم كل اللي ربنا كاتبوا لكم هو اللي هتحصل اللي هيحصل فيه حياتكم ربنا هيجزيكم خير باذن الله فيارد تخلوا بالكم عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم الفترة دي هي فترتكم فخدوا بالكم من نفسكم انتم في حيرة من حياتكم في حيرة من امركم في حيرة من التفكير صراع طول الوقت وده اكبر غلط في موضوع مهم عايزين تتكلموا به مع احد ومش عارفين تبدأوا ازاي او تفتحوه ازاي اوعى تقعف الغلط الحظة هيكون من نصبكم بعد كام يوم معينين فخدوا بالكم كويس جدا والموضوع اللي هتفتحوه مع الشخص اللي انتم بترتاحوا معاها في الكلام يريد تفتحوه بطريقة لطيفة علشان ما يزعلش الطرف التاني منكم او يحس ان انتم بتجرحكم بتجرحوه بالكلام ده خدوا بالكم كويس جدا لان هيكون فيه تعويض عن اذا في حياتكم في ابن عندكم ربنا هيفك قربه باذن الله او هيشفيه او هينصر الله اعلم انتم بالكم مشغول بطفل البعض منكم رمى حاجة عن ضهره او من ضهره فيه تجديد حلم خطوبة زواج ارتباط علاقة او انتم بتفكروا في الشريك او فيه علاقة حب عندكم او فيه حد انتم بتحبوه هيتم زواجه على خير او خطوبته على خير الله اعلم رزقكم مفتوح فاخدوا بالكم وكونوا دايما تخلوا اي ما تخلوش اي حد يحرف عنكم حاجة انتم فيه امور هتستجد فيه خير انتم كشفتوا كتير خدتوا علاجات بخصوص الاطفال كتير تفكير رهيب بخصوص الاطفال فيه تهنية عندكم او فيه مناسبة انتم هتروحوها فيه تغيرات باسم الله ما شاء الله عليكم عندكم فيه حد مهما بيوعد ما بيوفيش بوعده خلوا بالكم ان انتم الفترة دي هي فترة الازدهار بالنفس وهي فترة ثقاتكم بتحسين كل القرارات انتم بتاخدوها دايما حطوا بحدود بينكم وبين ناس معينة بتحاول تاخد الطاقة بتاعتكم بتحاول تأذيكم دايما خلي عندكم السقة بالنفس بتاعتكم عالية جدا لان الهموم اللي انتم بكشلوها دي كبيرة الهموم اللي انتم عمين تفكروا فيها عمالين تضغطين فيها على نفسكم الامور دي سلبيات تعب نفسي ومخليكم انتم عندكم تعبين بتتدخل فيه خصياتكم وزي ما قلت من الاول ان الحية اللي عمالة بوشين الحية اللي هي ست خبيثة اللون والشكل وقلبكم بينبط اول ما بيشوفها او بمعنى صح ما بترتحلهاش خالص لسه دي حقودة وما مش حابة الخير لأي حد وانتم منطيبة قلبكم بتتعاملوا مع ناس سلبيات دايما اقول بقى خلوا بالكم من نفسكم لان انتم الهم اللي شايرينوا فوقت فوقكم ده هم كبير جدا عايزين زي ما قلت تصرحوا الشريك عايزين تتكلموا عايزين تعباروا عن اللي انتم فيه عايزين تفتحوا كلام عايزين تطلعوا من اي طاقة مأسرة عليكم الطاقات المأسرة عليكم دي هي سببها الرئيسي الحسد مش اي حاجة تانية ودايما قلت من البداية ان الحسد تأثيره سلبي جدا عليكم هو اللي بخليكم حاليا بتعانوا من حيرة وحسسين زيادة عن اللزوم او مش حسسين انه مفيش اي اكتمال عندكم بيكمل وخزلانكم من الناس ده تعبكم نفسيا فيحذروا من اي خصائر عندكم الفترة دي لان انتم لو خدتوا قرار او تعرضتوا للخزلان هتخسروا فعشان كده اهو بنبئ تاني احذروا من اي خزلان الفترة دي او من اي طاقة سلبية عشان الطاقات السلبية مؤثر عليكم في حاجات كتيرة جدا ومخلي دايما عندكم رجوع الوراء فياريت تحذروا في خلاف والخلاف اللي عندكم ده هينفك الفترة دي خلاف كبير او مشكلة كبيرة او زعل كبير او زعل بقالوا مدة بينكم ما بين حد اه 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 انتم يعني زعل مؤثر عليكم الله اعلم او انتم زعلانين من حد اه او ما توقعتوش ان الحد ده يعمل فيكم كده فيه تغيير انتم بتحبوا الشخص ده جدا بس عندكم نوع من الكبرياء نوع من انتم تتجنبوا علشان تشوف الشخص ده فعلا بيعزوكم وبيتحبوه زي بيحبوكم زي ما انتم بتحبوه ولا هو شخص مختلف في اسئلة كتير عندكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طيبة القلب بتوقعكم في خصائر كتير طيبة القلب مؤثر عليكم فيه قرار صح هتغضوه بعد فترة القرار ده هيبقى تغيير لكم انتم كمان عندكم تعبنين من امر مدايقكم ففيه حسن حظ بالله الفترة اللي جاية بس فيه كمان تفكير انتم تفكير المؤثر عليكم فيه خيانة عندكم او فيه ضغط عندكم او فيه امر عندكم مدايقكم فيه امور منعكسة معاكم مش عارفين تبدأوا فيها ازاي بس خلوا بالكم من خطوة والخطوة دي مهمة جدا هتاخدوها هيكون فيها تحسين هيكون فيها تغيير هيكون فيها مكالمة تليفون حلوة جدا المكالمة دي هتفرحكم قوي وباذن الله هتديكم ثقة بالنفس اكتر احسن وخلوا بالكم ان انتم هنا فيه راحة في النصيب الفترة اللي جاية خروج من ازمة وخروج من دي وتغيير عتلة تغيير امور في صالحكم كمان الفترة دي بتفكروا تدعموا حد او بتحد بيفكر يدعمكم انتم محتاجين حد يقف جمبكم او فيه حد محتاج يقف جمب الله وعلم فيه فيه عندكم تفكير في مساعدة تخص حد فيه خبر انتم منتظرينه من شخص هيوصل لكم الخبر ده بشكل سريع جدا وهيكونوا انتم في فترة التعلق العند بيخسركم كتير العند مخسركم اكتر من حاجة فاخدوا بالكم لان العند اللي مقصر عليكم ده مخلي دايما فيه تراجع فاكتر من حاجة بتفكروا فيها هتبدأ الفترة اللي جاية تيسير معاكم في قعد او في كيان او في تفكير هيخليكم متقلكين فيه شخص زي ما قلت راجع لحيات راجع لحياتكم الشخص ده هيرجع لكم منيته سليمة بس انتم مش هتكونوا شايفينه او مش هتكونوا عارفين تبدأوا معاه ازاي كمان فيه فكرة والفكرة دي انتم بترتبوا لها او هترتبوا لها الفترة دي لانه هيكون فيه تيسير حلو وزي ما قلت المكالمة اللي هتكلكم دي هتكون امور حلوة فيه حد عندكم متعدد العلاقات بيحب العلاقات الكتير بيحب الطريق اللي انتم دايما بتحذروا منه وهو ما بيسمعش كلامكم علاقاته كلها نرجسية خدوا بالكم الفترة دي منه او بعيدوا عنه في انكشاف السر والسر اللي انتم هتنكشفوه ده هتسكتوا خالص علشان هيعمل لكم صدمة مش صدمة ان انتم هتتعابوا او هو السر يعني ممكن تكتشفوه من صديقة من حد مقرب لكم هتحسوا قديل وبلاش العند العند بيخساركم كتير بتدفعوا التمم غالي العند ببلاش العند في كل الامور خلوا يعني ببلاش ان انتم تعندوا على ادفع الاسباب خقدوا كده علشان اللي بيدخل معكم في العند بيخسن وانتم بتزعلوا في الاخر على الخسارة فبلاش ان انتم تتعبوا نفسكم في امر هيحصل لكم الفترة اللي جاية هيغير تفكركم كمان انتم نويين تنزلوا تشتروا هدوم تجددوا تستكروا نويين تغيروا امور في حياتكم في عذاب ضمير عندكم او في تأنيب ضمير عن حاجة انتم عملتوهاش او عن حاجة ما كانش لكم بها لازمة او لكم علاقة الله اعلم في امور عندكم بتنعكس على حياتكم ودايما انتم اللي بتتحطوا فيها رغم ان انتم ملكمش اي زنب فيها او ملكمش اي علاقة بيها بس انتم اللي بتتحطوا تحت الخانة دي او بمعنى صح خدوا بالكم لان الفترة دي فترة اثبات وجود فلازم تثبتوا وجدكم في الاشياء اللي انتم عايزينها في شخصية غامضة بتتعاملوا معاها خدوا بالكم منها الشخصية دي بتضحك في وشكم لكن هي لابسين كنوع مش كويس عندكم الكدرة ان انتم تكتشفوا اي خيانة وتكتشفوا اي ظلم الفترة دي باسم الله فماشاء الله عليكم تحسوا على اكتر من وضع وهتكونو مبسوطين جدا لان انتم على قد ما بتعودوا مع نفسكم وعلى قد ما بتكتشفو الخزلان اللي انتم فيه علي قد ما بتكونوا مبسوطين وبتقولوا ان دي رسالة اكيد من ربنا ان هو يوقعنا مع انا استخزيننا ولشان نعرف tired يه ان الناس دي مش وطيفة ان الناس دي مش حابه ان احنا نكونوا مبسوطين او ان احنا نكونوا في الوضع اللي انتو فيه مميزين جدا بسم الله ما شاء الله عليكم بس محصودين على كل حاجة الحسد مؤثر عليكم في ابسط الامور وممكن تكونوا محصودين على الحاجات مش موجودة في حالكم فعشان كده خدوا حذركم تاخدوا حذركم من ايه من العيون اللي بصركم في كل حاجة تحصيل النفس اهم حاجة تبعدوا عن اي مشكلة مؤثر عليكم ارموا الهموم مرة ضهركم ما تفكروش في اي حاجة مثل ببلكم هم لان الهم اللي مؤثر عليكم ده ميخلي حياتكم فيها تراجع في الحياة الصحية خدوا ببلكم دايما بتتعاملوا بنية سليمة دايما بتتعاملوا بنية يعني الناس اللي معاكم ما يستهلهاش او الناس اللي معاكم بتحسوا ان هما نيتهم ايه مزاي النية بتاعتكم فاريت تاخدوا ببلكم كويس جدا من تعامل مع الاشخاص الاخرى اللي في حياتكم النية بتاعتهم مش سليمة خالص في التعامل معهم ايه يعني انتو بتتعاملوا بنية وهم بيتعاملوا بنية خالص وانتو يعني هتحسوا كده الفترة دي كمان فيه حاجات بتحصل معاكم ايه غريبة مش عارفين تفسروها فيه تعارف على حد جديد الحد الجديد ده انتو هتتعرفوا عليه او فيه تجاهل عندكم انتو بتتجاهلوا حد او حد بيتجاهلكم من غير ما تعرفوا السبب ايه على مستوى جميع الاوضاع اللي عندكم فيه تغيير انتو مخنوقين من حاجة الفترة دي بس عايزاكم تزبروا عليها وما تستعجلوش لان طول ما انتو صبرين طول ما ربنا هيبشركم من حيث لا تحتسب طريق الضلمة اللي انتو فيه هيبقى قوة ليكم وهيبقى ازدهار وسقة بالنفس السقة بالنفس عندكم عالية عالية قوي لان ارادتكم هتكون قوية والاندفاع اللي عندكم ده بسم الله ما شاء الله عليكم انتو دايما بتمتلكوا ايه شياكة بتمتلكوا حياة جميلة بتمتلكوا ايه تجديد فيه امور تجديد فيه اشياء بلاش القلق وبلاش تقلقوا نفسكم فطاقات انتو مش تابعكم فلوس جايلكم على جميع المستوى بتاعكم الفلوس دي هتكون تجديد تجديد لحياتكم او تجديد لاموركم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد فطاقاتكم مفتوحة فطاقاتكم بنفسكم عالية بس دايما نقول خدوا بالكم تاخدوا بالكم من ايه؟ من اي تردد او من اي حد ممكن يأذيكم طب تعرفوا ازاي الاذا؟ انتو بتعرفوا على طول ليه علشان ربط الاحداث اللي عندكم بيخليكم تعرف كل واحد من نظرة عينه بتجرد ما بتبصوه وبمجرد ما تعرفوا الشخص ده عايزي وعايز ميه وبيعمل كده ليه ومأثر عليه في كل حاجة روحانياتكم عالية ربط الاحداث اللي عندكم عالي جدا فيه تفكار جديدة على جميع المستويات عندكم كمان فيه ممكن يكون كده فيه عندكم الفترة دي حرفيا حرفيا سفر او ممكن يكون فتح حاجة معينة الله اعلم بس فيه سفر بكل الطرق مفتوحة عندكم يعني سفر هيتلم على خير او انتو نويين تفتحوا موضوع سفر مع حد نويين تكلموا بخصوص سفر مع حد الله اعلم انتو عندكم سفر والسفر ده هيكون تاستقرار او هيكون خطوة جديدة او انتو عندكم ربوع من سفر فيه مواضيع مفتوحة عندكم كتيرة فيه كتب كتاب هتحضرون كهو مش باين كتب الكتاب لمين بس فيه كتب كتاب عندكم مناسبة حلوة ممكن يكون عندكم انتو زواج سريح سريع بسرعة او فيه حد عندكم اه في ارض بيتكم هيتم بزواجه على خير وانتو هتكونوا مبسوطين جدا فيه لقاء بحد مش هيكون في الترتيب هتسلموا عليه ومش هتكونوا متوقعين ان انتو في يوم الايام تشوفوا الشخص ده هتشوفوا الفترة اللي جاي وهتعمل نفسكم مش شايفين يعني مش هبقى انتو هتها يبقى فيه كلام او ممكن هيبقى فيه امور بس انتو من جواكم ولا كأنه قصر فيكم علشان انتو دايما بتقولوا اللي يباعنا باردته احنا هنبيعه غصبا عننا انتو ما ايمن ماشيين بكده فيش حد بيقصر عليكم ولا حد بيخليكم تدفعوا تمن غلطاتكم انتو بتبعدوا وبتتجنبوا اي حد يقزيكم واي حد يكون سبب في يوم من الايام في الخزلان اللي انتو فيه لان الدنيا علمتكم كتير علمتكم حاجات كتيرة جدا غير الاول يعني لو في الاول بتكونتوا بتتعاملوا بطيبة اكتر واداتوا بتتعاملوا بشكل مختلف فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من نفسكم ومن اي حاجة في حياتكم حياتكم الفترة اللي جاية هيكون فيها تقدم وفيها تغيرات حلوة وفيها قعدة جميلة او فيها نصرة حلوة ربنا كريم عليكم معاطفي وبيحبي دايما ان هو يكرمكم من حياته لا تحتسب شوية الخزلان شوية العيون اللي مقصرة عليكم لازم تحصين النفس واشد المعاناة عندكم في المعدة المعدة وجعكم جدا المعدة عندكم دايما فيه امور منعكسة ونشوف بقى دلوقتي الرسالة بتاعتكم يا رب رسالتكم تكون جميلة وتكون كويس بسم الله نختار البرقة دي رسالتكم لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده وسيتغير حالك الى الافضل باذن الله طيب احنا نستكفي برقة واحدة ناخد برقة تاني ونختار دي امورك المالية في تحسين فالخير قادم اليكم الله يعلم ما في قلبكم بسم الله يعني الرسالة بتاعتكم اي ده فيها قوة خارقة سينصفكم الله في كل اموركم يعني ربنا هينصفكم وهيقف معاكم في كل الامور اللي انتوا بتفكروا فيها حاليا طيب مين كانوا صحاب من الرسالة الاولى ومين كانوا صحاب من الرسالة التانية يا رب الرسالتين يكونوا طاقة ايجابية لكم ويكونوا فرق ويكونوا تحسين تفكير تحسين كل حاجة في حياتكم لو عجبتكم الكراءة بتبخلوش علي باللايك الحلوة وبالتعليق الجميل وبالطاقة اللي انتوا بتدهاني لما بترفعوا الفيديو وبتهتموا في فيديوهاتكم وان شاء الله باذن الله نزل لكم كراءات جديدة تبخلوش گرفتكم تبخلوش 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 �트 ي